قبل ما نبدأ موضوعنا الرئيسي في هذا الفيديو يا صديقي واللي هو تريلر مسلسل The Last of Us في كلمتين لازم أحكيهم لحتى ما يظلوا غصة بقلبي شكراً لكل شخص حط لايك على أي فيديو من فيديوهاتي شكراً لأي شخص حط أي كومنت على أي فيديو من فيديوهاتي شكراً لك يا صديقي الجميل لأنك اشتركت في هاي القناة لو لاك من بعد الله طبعاً ما كانت هاي القناة انتشرت وما كنا وصلنا للعشر تلاف مشترك فشكراً لدعمك النفسي ودعمك المعنوي من خلال التفاعل على الفيديوهاتي صدقاً لو لا الله ومن ثم أنتو ما كنا وصلنا للعشر تلاف مشترك صراحة شعور غريب جداً شعور غريب وتأكون أنا هلأ ماشي بالشارع يسألني واحد شقد عندك على اليوتيوب قال له عشر تلاف فبتتغير النظرة والله أنا هذا الشي حسيته خلال اليومين اللي مضوا حسيت هذا الموضوع صرت وتقول عشر تلاف مشترك الناس طالعك تقول إنه واو لأ أنت معناتها إنسان مهم على اليوتيوب فشكراً عن جرس شكراً يعني صرت آية لكلمة شكراً مليار ألف مرة ولكن صدقاً شكراً أكتر من هيك والله ما عمشت أعمل فوصلنا للعشر تلاف مشترك ولكن السؤال الأهم هل رح نوقف عند العشر تلاف مشترك وما نطلع أكتر وأكتر وأكتر صدقوني لا الهدف أكبر من هيك بكتير الهدف أعمق من هيك بس صبروا عليه شوي عطونا شوية وقت معكم رح نعمل إشياء كتير قوية فإذا أنت مشترك في القناة هلأ أنت عبتكتب التاريخ معي بس أنا أتضل لك يا أنت عبتكتب التاريخ معي فهلأ من دولة أخير بعد ما قلنا كلمة شكراً مئة ألف مرة خلونا ندخل فوراً في تريلر مسلسل The Last of Us المسلسل القادم من HBO Max في عام 2023 وتحديداً في 15 يناير التريلر نزل قبل 14 أو 15 ساعة تقريباً وفي كتير شغلات من الممكن أن نحن نحكي والناقشها ولكن أتوقع أهم شغلة لفتة نظري في هذا التريلر هو أني من أول ما بلشت لآخر ما انتهى التريلر في أحساس معين جداً جداً عجبني الشعور بجو اللعبة بجو هذا العالم جو عالم The Last of Us أنا بحكم أني لعبان اللعبة فعندي تصور حول هاي اللعبة وأتوقع حسب ما بتذكر أنه The Last of Us كانت أفضل لعبة على البايستيشن 3 أيام بايستيشن 3 كانت أفضل لعبة بلا أي منازلة يعني كانت ما هي طبيعية أبداً فبالتالي من أحسن الألعاب اللعبتها على البايستيشن 3 بحكمة جو طبعاً والعالم طبعاً والقصة بحد ذاتها والجيم بلاي طبعاً كان كله ممتاز ولا تقارن كانت مع أي لعبة تانية من وجهة نظري أنا فبالتالي في جو معين في إحساس معين بيحببني بهذه اللعبة هذا الشي اللي أنا أول ما تفرجت على التريلر حسسني فيه حسستي نعم بتفرج على اللعبة فالوصل ما بين التريلر وما بين اللعبة ذات نفسها وصل جميل جداً نهند لازم نأثني على HBO لازم نأثني على صناع هذا المسلسل على المخرج أنه هندن نقلوا لهذا الإحساس لسه بس من التريلر فإن شاء الله تكتمل هاي الصورة من خلال المسلسل ولكن كنظرة سريعة من خلال التريلر أنا حاسس بجو The Last of Us حاسس بجو هذا العالم طبعاً في نقطة تعتبر كمان جداً مهمة من خلال التريلر وجود شخصيات جديدة ما كانت موجودة في أحداث اللعبة هذا الشي اللي في ناس رح اتوافق في ناس رح اتعارض أنا من الناس اللي ما عندي مشكلة طوال ما كانوا الشخصيات الجديدة بيخدموا القصة وبيعطوا عمق للقصة لازم نستنى المسلسل ولا كان فيها عندي تفسير معين حول هذول الشخصيات رح حيحكي عليهم بعد شوي ولكن هاي النقطة من الممكن أن الناس تخترف عنها فإذا بدكن رأي الشخصي حول الموضوع لازم نستنى إذا كان تأثيرهم سلبي على القصة أكيد بنقول يا ريتهم ما ضافوا ومنقول أن هاي النقطة سلبية ولكن من خلال التريلر أنا شايف أنه بيطلع منهم بيجي منهم بيعطوا عمق معين للمسلسل عن اللعبة فيه فراغ معين من الممكن أن هذول الشخصيات الجديدة يسدوا ومن الممكن أن نحكي عليها يا صديقي بوجود هذول الشخصيتين الإجداد يلي من المتوقع أنه هن يساعدوا جويل وإيلي في رحلتهم غربا لأنه من خلال اللعبة يا صديقي من شوف أنه جويل وإيلي في مقاطعة جاكسون وايمينغ فمن الممكن المسلسل يجاوبنا على هذا التساؤل يلي لحن ما شفنا له جواب في اللعبة الشي اللي صار فعليا ما بين هدول النقطين في الشيء في هاي النقطة ما بين النقطة الأولى تبع التفتيش والنقطة الثانية هذا الشي اللي صار في هاي الرحلة مينموكا المسلسل يضطرق له عبر هدول الشخصيتين ونشوف الرحلة اللي مثل ما قلت لكم ما شفناها في اللعبة فهدول أو هذا محور وجود شخصيات جديدة بيعطي عمق إذا استخدموهن صح فعندي أمال معينة أنا حول هذا الموضوع النقطة البعض اللي بدنا نحكي عليها واللي مينموكا أنه يتصير مينموكا لا هي فقط تحريات خلينا نقول واللي هو الغوص في ماضي شخصية إلي مينموكا هذا الشيء يصير هذا تخمين حسب التريلر حسب السياق اللي كان موجود مينموكا نحن نتعرف على ماضي شخصية إلي في المسلسل فمينموكا نحن نشوف ذكريات الماضي يلي كنا فعليا نسمع عن من مسجلات الشرطة مارلين في الفصل 11 تحديدا من اللعبة نروح للنطة اللي بعده واللي هي وجود شخصية ريلي شخصية ريلي من لعبة The Last of Us Left Behind فمن المتوقع أنه يصير في عنا صلة وصل ما بين اللعبة الأصلية The Last of Us واللعبة المشتقة أو المفاصلة عنها يلي هي The Last of Us 2 Left Behind هاي صلة الوصل أتوقع أنه راح نشوفها والتي تعتبر كمان خطوة جريئة فيما يخص عمل هذا المسلسل فالموضوع صراحة أثار اهتمامي أني أنا أشوف المسلسل شون راح يغطي سلسلة الأحداث بالترتيب الصحيح ما بين النسخة الأصلية أو اللعبة الأصلية أو الأحداث الأصلية وما بين الشيء اللي صار جانبا الشيء اللي خلينا نقوم للمشتق عن الأحداث الأصلية فوجود هدول اللعبتين مع بعض أو أحداث اللعبتين مع بعض أثار اهتمامي برجع بقالكم نشوف الترتيب الأحداث راح تصيب الزبط فبصراحة هاي النقطة تعتبر ذكية جدا تضمين هذا الموضوع في التريلر للمسلسل راح يحمس الناس وأنا واحد للناس اللي فعلا تحمست لهذا الموضوع أشوف شلون راح يربطوا القصدين مع بعض نروح لمحور فرانك فرانك أنا أول ما شفت الملسق الخاص فيه الموضوع حمسني وجوده في المسلسل راح يكون شيء جميل ولكن وقت اللي طلع التريلر وشفت نقله مشى دوع بمثل راح يكون موجود في المسلسل صراحة الموضوع جدا 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 حمسني لأن قصة فرانك وبيل تعتبر قصة مثيرة للاهتمام فبالتالي راح يكون شيء جميل جدا نحن نشوف فرانك نشوف له شخصية وعلاقتها مع بيل ونشوف القصة تبعيتهم بطريقة جميلة من خلال المسلسل ولي بالمناسبة الممثلين راح يقوموا في أدوار فرانك وبيل يعتبروا ممثلين جيدين فأنا متخيل أني راح أشوف محور جميل فيما يخص هذول الشخصيتين وكمان من النقاط اللي كانت جميلة في التريلر وجود البلوتر الوحوش الأشبه في الزومبيز اللي موجودين فيها في The Last of Us شفتنا الكثير منهم أو العديد منهم في هذا التريلر كمان هين نقطة جميلة حبيت أنه هنا من خلال التريلر أضافوا كتير من النقاط شغلة من هون وشغلة من هون حتى فعلا يخلوني أحس أنه هذا المسلسل راح يكون له محاور مختلفة من خلال هذول محاور راح أحب أن الشي اللي راح أشوفه راح يحمسني فيما يخص القصة الأصلية والقصة الفرعية هذا شيء يعتبر جميل ذكاء فيما يخص التريلر ولي بالمناسبة فكرة عمل التريلر يعتبر شيء صعب ما وسهل أنك أنت تعمل التريلر لأنه في كتير من العناصر لازم تكون ملتزم فيها اللي تخلي المشاهدي تحمس وما ينحرق عليه أحداث معينة فهذا شيء يعتبر جميل جدا أنه من خلال هذا التريلر ما أتمقتلكون كتير من القصص مأخوضة شغلة من هون شغلة من شغلة من هون لحتى أن نحن نتحمس ونتعرف على القصة من دون أي حرق فبالتالي التريلر مسلسل The Last of Us نجح فيه عملية أنه يحمسني كمشاهد ويخليني فعلا أستنى بفارغ الصبر لماما يجي وقت العرض المهم يا صديقي في 15 ناير راح يكون موجود عنا المسلسل ما بقي شي لمسلسل تقريبا شهر وشوي راح يكون موجود عنا بصراحة من المسلسلات الجدن جدن ما تحمس له في 2023 إذا ده كمان عندك أي حماس فيما خصها لمسلسل ياريت أنك تكتربية تحت في الكومنتات وأكيد زعجبك هذا الفيديو نتنسى أنك تحط لايك عليه ما شوفكم فيديو الجاي؟ صلاة ومعناكم وشكرا للمرة التريليون على العشرة آلاف مشترك